يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من الترند حلقة اليوم فيها أخبار كتير جدا مهمة بالنسبة لكل جماهير النادي الأهلي وبتتعلق بالفريق الأول لكرة القدم وبالتحديد كمان بخصوص استعداداته لمباراة الغد وهي مباراة غاية في الأهمية وغاية في الصعوبة في دور نصف نهائي كأس مصر أمام فريق الاتحاد السكندري والأهلي حيواجه الاتحاد في هذه المباراة وهو منتشي بفرحة الفوز بالبطولة رقم 9 من بطولات دوري أطال أفريقيا في رصيد النادي الأهلي لكن أكيد حيكون فيه فصل بالنسبة للعابين ما بين مباراة الغد وما بين المباراة السابقة اللي فاز فيها الأهلي عز مالك وحق هذا اللقب الغالي لكن بالتالي الفرحة لسه مستمرة عند جمهور النادي الأهلي اللي حقه يفرح بعد فترة كبيرة جدا كان يعني ما فيش توفيق بالفوز ببطولة دوري أطال أفريقيا فبالتالي جمهور الأهلي يفرح والفريق الأول لكرة القدم مركز جمهور الأهلي هيفرح لغاية النهاردة آخر يوم للفرحة وبكرة بقى نركز مع الفرقة في التحدي الجديد وإن شاء الله استكمال بطولة كأس مصر من خلال الفوز على الاتحاد بإذن الله والتأهل للنهاية عشان نلعب اليوم خمسة من الفائز من مباراة الزمالك وطلق على الجيش في نهاية كأس مصر بإذن الله تعالى بالتالي إحنا مستمرين مع حضراتكم من خلال تواصلكم معنا على صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام وابعتولنا فيديوهات بفرحتكم أثناء فوز النادي الأهلي وأثناء احتفال بهدف أفشا وما بعد اللقاء وكل هذه الأمور من خلال كمان هاشتاج التسعى يا أهلي وحناخد الجزئية دي تحديدا في نهاية حلقة اليوم كما هو المعتاد لكن البداية دايما بتكون بأهم العلوين نشوف في تريند الأهلي الفريق الأول يدخل معسكرا مغلقا في السويس اليوم الأهلي يرسل قائمته الأولى بدون بادي وصالح والشيخ وكاف يرفض نقل السوبر الأفريقي من مصر طيب لسه التفاصيل كلها هتكون معانا بس بعد الفصل استنون أهلا بحضراتكم من جديد طبعا أخبار الأهلي وأخير الجديد اللي بيخص الفريق الأول لقرة القدم وبخصوص كمان القايمة الأولى اللي تم إرسالها بشكل رسمي تفاصيل كتير جدا هنتكلم فيها وكمان بخصوص المسحة الأخيرة بالنسبة للاعب النادي الأهلي خلينا نبتدي بالقايمة الأولى اللي أرسالها النادي الأهلي النهاردة للإتحاد المصري لقرة القدم والخاصة بالموسم الجديد وتم الإعلان من قبل النادي الأهلي بشكل رسمي إن خلاص القايمة الأولى تم إرسالها ما تمش الحديث أو الإعلان عن أسماء المتواجدين في القايمة الأولى لكن تم الإعلان عن أسماء الغير متواجدة في هذه القايمة هم صالح جمعة وأحمد الشيخ وأليو باجي بشكل رسمي الثلاثي خارج النادي الأهلي في الموسم الجديد مش هيكونوا متواجدين في قائمة النادي الأهلي لسه بقى الأمور دلوقتي بتتعلق ببعض الجوانب الإدارية وبعض الصفقات أو بعض الأمور العروض اللي ممكن تيجي لبعض اللاعبين منهم بخصوص أليو باجي وصالح جمعة وأحمد الشيخ تحديدا ده فيما يتعلق بالقائمة الأولى لسه ما وصلتش القائمة الأولى بشكل رسمي سواء لنا أو للموقع الرسمي للنادي الأهلي فبالتالي نحن يقدر نتكلم عن الأسماء بالتحديد المتواجدة في هذه القائمة لكن معنى أن التأتي دول مش موجودين يبقى الباقي موجودين في قائمة النادي الأهلي لكن برضو إحنا في انتظار الإعلان الرسمي بكل تأكيد لأن إحنا هنا مرتبطين بالإعلان الرسمي طيب موقف اللاعبين الجدد هيكون إيه؟ زي ما حضراتكم عارفين أن القائمة الأولى كان آخر معاد لإرسالها النهاردة اللي بتتعلق باللعبين القدامى أو اللعبين المتواجدين في القائمة الخاصة بالموسم المنتهي بالنسبة للدوري المصري أو الموسم المحلي تحديدا لكن اللاعبين الجدد يتم تسجيلهم بداية من الغد بإذن الله تعالى اللي هم من بدر بنون طاهر محمد طاهر أحمد رمضان بكم وكمان المعارين اللي رجعوا للصفوف النادي الأهلي اللي بيتمثلوا في ناصر ماهر وصلاح محسن ومحمد شريف وأكرم توفيق موقف أحمد ياسر ريان لسه ما تمش الإعلان عنه بشكل نهائي من بكرة إن شاء الله حيتم قدهم وبالتالي كل هؤلاء اللاعبين حيكونوا متاحين بالنسبة للجهاز الفني في مباراة الغد أمام التحادس أكندري اللي هتكون في تمام الساعة الثامنة مساء في استياد الجيش بالسويس اللي نتمنى فيها كل التوفيق لنادي الأهلي وحنتكلم عن هذه المباراة بالتفاصيل حيكونوا متاحين لكن ممكن البعض منهم ما يكونش متاح تبقى للمسحة اللي حيتم الإعلان عنها رسمي عن نتيجتها خلال ساعات من دلوقتي لو حد لقدر الله عنده كورونا بالشكل رسمي مش هيكون متاح بالنسبة للجهاز الفني سواء اللاعبين الجدد أو اللاعبين المتواجدين أصلا في القائمة فإحنا في انتظار المسحة الرسمية بالمناسبة المسحة الرسمية هي خلاص المسحة تعملت مبارح عن طريق يعني مسحة PCR مسحة كاملة مش رابط تست خلص تمكن البرتوكول الخاص بالتحاد المصر لكورونات القدم والتعديل الجديد اللي كان حصل من فترة عشان الأهلي يتطمن أكتر النتيجة هتطلع رسمي خلال ساعات زي ما قلت لكم وبالتالي هيتم تحديد القائمة يعني الأهلي في انتظار النتيجة الرسمية للمسحة الأخيرة عشان بعد النتيجة الرسمية دي يتم الاعلان عن القائمة الخاصة بمبرات الغد بإذن الله تعالى أمام الاتحاد السكندري ومن سما الصفر للمبيت في السويس هو معسكر الخاص بهذه المباراة طيب ده فيما يتعلق باللعابين الجدد وفيما يتعلق بالمسحة كمان النهاردة كان فيه مران للنادي الأهلي هو المران الأخير واللي حضراتكم بتتفرجوا عليه دلوقتي على الشاشة ده كان المران الأخير بالنسبة للعابين قبل الصفر لمدينة السويس علشان يلعبوا مبرات الغد أمام الاتحاد السكندري وبالمناسبة يعني الاتحاد السكندري فريق قوي جدا بيضم جهاز فني يعني جامد قوي قوي وغاية في الاحترام وكابتن حسام حسن طبعا المدير الفني مدرب كبير جدا ومكون فرقة ممتازة ومعندوهم كده كده فرقة جيدة من السنة الفاتت لكن في بعض التدعيمات كمان اللي انضمت لفريق الاتحاد السكندري أبرزهم طبعا عمار حمدي لعب الأهلي المعار لمدة مسلمين ورزاق سيسي لعب الزمالك المعار وجددوا عارضه في الاتحاد وكمان تعقدوا من الاهلي مع كريم يحيى المدة 3 سنين وبالإضافة لعبد السميع إبراهيم سيمو ده لعب منتخب جمايكا بيقولوا لعب كويس جدا وانضم الاتحاد أو لا ده مش لعب منتخب جمايكا عفوا ده لعب اسمه عبد السميع إبراهيم سيمو لعب انضم الاتحاد وفيه لعب منتخب جمايكا اسمه داميون لوي وده المؤشرات كلها بتؤكد أنه سيكون متواجد في مباراة الغد رغم تم الاعلان عن تعاقد معاه أول مبارح بس وأخيرا محمد عطو لعب بيراميز كمان انضم الاتحاد السكندري هما كانوا في محسكر لمدة يومين هنا في القاهرة وسفروا خلاص للسويس عشان يجهزوا لمباراة الغد نتمنى المباراة تكون قوية لكن إن شاء الله بإذن الله التوفيق يكون حليف النادي الأهلي ونسبت كمان مراني اليوم اللي احنا شايفينه دلوقتي ده الكابت المحمود الخطيب وهي لفتة غاية في الزكاء من الكابت المحمود الخطيب حضوره لمراني اليوم احنا متعودين دايما من الكابت المحمود يبقى متواجد في يعني التدريبات التصبكة المباراة المهمة جدا وبالتحديد هو كان متواجد في آخر كم مران بالنسبة لنادي الأهلي قبل مباراة الزمالك في نهاية دوري أبطال أفريقيا لكن معنى تواجده كمان في مراني اليوم وقبل مباراة الغد أمام الاتحاد السكندري في نصف نهاية كأس مصر ده إشارة منه على مدى أهمية هذه المباراة وعلى مدى أهمية هذه البطولة وأنها لن تقل أهمية إطلاقا بالنسبة لجمهور النادي الأهلي بالمقارنة مع بطول الدوري أبطال أفريقيا طبعا بطول الدوري أبطال أفريقيا عشان من المنطقيين مع بعض هي الهدف الرئيسي في كل الأحوال لكن بطولة كأس مصر الأهلي طماع جمهوره طماع لعبت وجهازه الفني ومسؤوليه طماعين في حصد البطولات فبصراحة خطوة زكاية جدا من كابتال محمود الخطيب أنه يكون حريص على حضور المراني النهاردة ويؤذر اللاعبين ويأكد لهم على مدى أهمية هذه البطولة ومدى أهمية مباراة الغد ومدى صعوبة هذه المباراة كمان أمام فريق التحادس الجندري فريق قوي جدا زي ما احنا اتكلمنا عنه فبالتالي نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في مباراة بكرة إن شاء الله حتى الآن حققت السنائية طبعا دي لقطات من الجلسة اللي كانت على هامش المران ما بين الكابتن محمود الخطيب وكانت فيه استاذ مختار التيتش في ملعب في النجيلة يعني وكلام وحديث مهم جدا بالنسبة له زي ما بقول لحضراتكم أهمية هذه المباراة واضحة جدا من خلال هذا الاجتماع اللي حضراتكم بتشوفوه دلوقتي على الشاشة بشكل حصري على قناة النادي الأهلي زي ما بقول لحضراتكم الأهلي حققت السنائية في انتظار السلسية خلنا الدوري خلنا دوري أبطال أفريقيا ليه لأ ما ناخدش كاس مصر ليه لأ بإذن الله كمان ناخد السوبر والنافس في كاس العالم للأندية طموح مشروع وإن شاء الله نتمنى للفريق الأول لكرة قدم كل التوفيق فيما هو قادم من تحديات هامة بداية من تحدي الغد أمام التحاد سكندري فاصل سريع بعدين نرجع نواصف يلا بينا أهلا بحضراتكم من جديد خلينا نشوف تريند الأهلي فيه النهاردة وأهم وأبرز الأمور اللي اتكلمت على النادي الأهلي والتحديد للحساب الرسمي للنادي واللي يعني نشر صورة لإحتفال بيتسو موسيماني مدير الفاني النادي الأهلي مع محمد مجدي أفشا نجم مباراة النهائي الأفريقي وكتبه يعني البوست اللي أصبح شهير جدا دلوقتي أو الكلمتين اللي بقوا يعني تريند دلوقتي هما القاضية ممكن بصوت عصام الشوالي طبعا يعني المعلق الخاص بمبراطة نهائي دوري أبطال أفريقيا ويعني بقى أمر منتشر جدا أو الكلمة بقت منتشرة جدا القاضية ممكن هي فعلا كانت ممكن وحصلت وأصبحت حقيقة مش ممكن والأهلي بقى بطل دوري أبطال أفريقيا للمرة التسعة في تاريخه طيب حساب جول بالعرب وبرضو نفس الكلمتين القاضية ممكن طبعا بيتكلم ويقول هكذا فعلها أفشا هكذا خطف اللقب وكتب التاريخ الأهلاوي الحديث التسعة باللون الأحمر طبعا كان أمر مهم جدا وكانت فرحة كبيرة أو بالنسبة للنادي الأهلي وجماهير ولاعبية طيب الخبر ده والتقرير ده كمان تحديدا مش خبر يعني ومن حساب يلا قرأ على فيسبوك وبيقول بين الأولى والتسعة تغير الكثير في الأهلي وبقى محمود الخطيب بعد 38 عام فاز الأهلي باللقب التسعة وهو رئيس للنادي الأهلي وخصوصا أن مع بداية أول بطولة أو أول لقب في بطولات دوري أبطال أفريقيا في تاريخ النادي الأهلي في 82 كان الكابت المحمود الخطيب لاعب في النادي الأهلي وسام بشكل كبير جدا في هذه البطولة وتولت البطولات البطولة اللي بعدها كان أيضا لاعب البطولات الأخرى كان عضو مجلس إدارة كان أمين صندوق كنائب رئيس لمجلس إدارة النادي الأهلي وأيضا أخيرا رئيس النادي الأهلي بالبطولة الأخيرة خلينا نروح نشوف الفيديو دا ونرجع مرتين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خطيب مع النادي الأهلي ويعني الموضوع واضح بالنسبة لجميع خلينا نروح للخبر الآخر من حساب بطولات على تويتر وبيقولوا أن سنائي شارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي قبل رحلهم إدارة النادي الأهلي سترسل ميدالية البطولة أو بطولة دوري أبطال أفريقيا والسنائي أحمد فتحي وليد أزار وده أمر مفروض منه بالمناسبة ويعني النادي الأهلي دايما يعني بيتعامل بشكل احترافي ومحترم جدا مع لعبينه أو مع لعبيه الراحلين عن صفوف الفريق وليد أزاره كان لي مشوار كبير جدا مع النادي الأهلي بنشكره ونتمناله كل التوفيق نفس الحال بالنسبة لنجم من نجوم النادي الأهلي السابقين أحمد فتحي ونجم من نجوم منتخب مصر وراحل عن النادي الأهلي فبالتالي هم سهموا بشكل كبير جدا في بطولة دوري أبطال أفريقيا وبالتالي يستحقوا ميدالية البطولة والمكافئات الخاصة كمان بهذه البطولة طيب خلينا نروح لخبر آخر وده من الوطن سبورت وخاص يعني على هدتهم الأهلي يقرر قيد ندفد بقائمة الموسم الجديد ويرفض أعاراته لم يتم الأعلام بشكل رسمي حتى الآن هان الكريم ندفد هيكون متواجد في القائمة الخاصة بفرصة القيد الحالية ولا ممكن يكون في انتقالات الشتوية يتم قيد كريم ندفد لكن في كل أحوالها المؤكد إن الأهلي لن يستغني عن كريم ندفد لأنه لعب مميز جدا سوق حظ يعني صدفه خلال الفترة اللي فاتت فترة كتويلة يتعرض فيها لانتكاسة في إصابة في الربا فبالتالي غاب لفترات طويلة لكن نتمنى له التوفيق ولعب في حالة عودته بإذن الله هتكون عودة قوية ولعب مهم جدا بالنسبة للنادي الأهلي طيب خلينا نروح لخبر آخر وده من حساب في الجول وبيتكلموا من خلال تواصلهم مع مصدر في الكاف نستبعد نقل السوبر أفريكي لأرض محايدة القرار تم التوضيق عليه بإقامة اللقاء في مصر فريق نعدة بركان المغربي اللي حيواجه النادي الأهلي في السوبر أفريكي يوم عشرة من الشهر اللي حيبتدي بكرة إن شاء الله شهر 12 يعني طلع بعض التقارير في المغرب إن هم بيرفضوا إقامة المباراة في مصر وعايزين يلعبها في مكان محايدة أو أرض محايدة لكن ده أمر أعتقد حيكون مستبعد جدا لأن خلاص المباراة قرر بـ 18-11 يوم على هذه المباراة فمش هيكون فيه مساحة من الوقت هم كانوا من المفترض إن هم يعني يعترضوا في حالة رغبتهم في ذلك في معاد قبل كده بشوية وكان ممكن الاتحاد الأفريكي يدرس الوضع لكن في كل أحوال الاتحاد الأفريكي يصدق على هذا القرار وأكد على إن المباراة هتكون في القاهرة أو هتكون في جمهورة مصر العربية وهي مباراة واحدة بكل تأكيد على السوبر الأفريكي وما أعتقدش إنه حيكون فيه أي مجال إطلاقا إطلاقا يعني ليه نقل مكان هذه المباراة من القاهرة نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي بداية من تحدي الغد وصولا إن شاء الله بإذن الله بين المباراة النهائية في كاس مصر وإن شاء الله بإذن الله السوبر الأفريكي كمان يكون لقب جديد في دولاب بطولات النادي الأهلي المليء بالألقاب المختلفة طيب خلالنا نروح لسوبر كورة وحسابهم على فيسبوك وبيقولوا إن الأهلي تمثل بإقامة السوبر الأفريكي أمام مهضة بركان في مصر وده أمر مفروغ منه لأن خلاص ده كان قرار من اتحاد الأفريكي لكورة القدم والأهلي ملتزم تماما بالقرارات التي تصدر عن طريق الاتحاد الأفريكي لكورة القدم لأنه هو المنوط بتنظيم البطولات الأفريكية فالأهلي ملتزم ومتمسك أكيد بأن المباراة تكون في مصر دي كانت بعض الأخبار تتعلق بالنادي الأهلي في تريند الأهلي النهاردة خلينا نروح لفاصل سريع بعدين نرجعنا كبير لسه مستمرين مع أخبار النادي الأهلي وكواليس كتير جدا هتكون معانا خلال هذا الجزء من حلقة اليوم من التريند عشان كده خلينا سريعا أروح لزميلة العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي والمتواجد في هذه اللحظات في استادل تيتش بالجزيرة عشان يطمن على آخر استعدادات الفريق وخصوصا بعد انتهاء مرات اليوم وقبل مباراة الغد أمام الاتحاد السكندري في نصف نهاء كأس مصر يا فاروق مساء الخير عليك مساء الخير عليك يا أمير كل التحية لك وكل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان طبعا مبروك لك يا أمير ومبروك لكل جماهير النادي الأهلي ولكن طبعا يا أمير زي ما تعودنا في النادي الأهلي وزي ما كابتن محمود الخطيب قال للعامة النادي الأهلي احنا خلاص بنقفل للإنجاز وبنبص البكرة وبكرة بتاعنا ده بطولة جديدة وحياة جديدة ومنافسة جديدة طيب فاروق عايزة أتكلم معاك بخصوص مران اليوم وهو المران الأخير قبل موراة الغد وأبرز ملامح هذا المران يعني حطنا في الأجواء كده أعربك من الصورة والأجواء يا أمير النهاردة حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لتدريب الفريق وأنه يتابع للتدريب واجتماع مع اللعابين قبل التدريب ورسائل كتير يعني أعتقد النهاردة وجود أن الكابتن محمود الخطيب يكون موجود في التدريب لدي أكبر رسالة للعابين إن إحنا كالنادي الأهلي مش طموحنا فقط دور عبطال إفريقيا إحنا طموحنا دايما المزيد من البطولات كابتن محمود الخطيب كان ليه كلمة مهمة جدا أحلى للعابين قال لهم قدرنا في النادي الأهلي إن الإنجاز والفرحة ما بيحضوش مننا وقت كتير في الفرحة عشان إحنا النادي الأهلي وعشان إن اللي جاي بيبقى تحدي أكبر وبيبقى بكرة بتاعنا في النادي الأهلي بطولة جديدة وحياة جديدة ده كان كلام الكابتن محمود الخطيب للعابين طبعا شكر للعابين على مشوار البطولة وعلى التتويج بالبطولة الأفريقية أثنى على اللعابين وهنى اللعابين لكن قال لهم دايما بإحنا بنبص البكرة ونشوف البكرة بيقوله ودايما عندنا بطولات جديدة صال أطعب بفاروق أو تواصل معاه يعني هنحاول نتواصل معاه مرة أخرى لكن هو بيتكلم في جزئية مهمة احنا اتكلمنا فيها وهي حضور الكابتن محمود الخطيب لمران اليوم وده يعني جزء كان مهم جدا وفي إشارة لمدى أهمية هذا التحدي القديم الجديد اللي انت بتستكمله وتحدي كأس مصر فبالتالي مهم جدا جدا أن انت تأكد على تفوقك وتأكد على استحقاقك بطول الدورة لأبطال أفريقيا من خلال فوز في المبراءة التالية على طول وتأكد كمان على شخصية النادي الأهلي إن النادي الأهلي يعني لا يفرح كثيرا والنادي الأهلي لا يتأثر بالأفراح ونشوة الفرحة وبالتالي ممكن يتعرض لإنتكاسها لا مهمة قوي بالمناسبة وارد القرى فيها كل شيء ده طبيعي رياضة ممكن تكسب وتخسر وانت بتلاع فريق زي التحدي سكندرية لكن مهم جدا أن انت تعمل كل اللي عليك وتكتهد وتدخل المبراءة بمنتهى الجدية وتثبت للجميع أن انت مصر على إحراز أي طول هذا الموسم تيجي في سكتك إن شاء الله إحنا السكة قدامنا دلوقتي بطولة كاس مصر كلمات مهمة من كابت المحنود الخطيب إصرار واضح على وجه اللاعبين من خلال اللقطات اللي شفناها الجهاز الفني مستر فيتس المسيماني اللي عنده عقلية وشخصية ممتازة تتناسب جدا مع شخصية النادي الأهلي وأثبت كده في غدون شهرين تحديدا منذ توليل المهمة الراجل جي يوم 12 إحنا النهاردة داخلين في 1-12 يعني بقاله شهرين مع النادي الأهلي يحقق فيهم بطولة دوري أبطال أفريقيا إن شاء الله بإذن الله خلال 6 يام كمان من دلوقتي يقدر يحقق بطولة تانية لي بطولة كاس مصر وخلال 10-11 يوم يقدر يحقق بطولة تالتة لي هتبقى حاجة جمدة جدا بالنسبة له في بداية مشوار يعني في غدون شهرين ونص أو أقل كمان يكون حقق ثلاث بطولات نتمنى ونفضل وراه ونسنده هو الجهاز الفني واللعابين بكل تأكيد نرجع لفاروق طمنا فاروق وكمل أهم التفاصيل الخاصة بمران اليوم اتفضل زي ما كلمنا أمير على زيارة الكابتن محمود الخطيب وتواجده الرسائل الكتير خلينا يعني أكلمك أكتر بقى بشكل فني عن المران النهاردة وأطمناك على حالة لعبة النادي الأهلي النهاردة تقدر تقول يعني إن شاء الله لقاء الغد هيشهد الظهور الأول لطاير محمد طاير بدر بنون أكرم توفيق ناصر مير صلاح محسن محمود اللعبين اللي النهاردة مستر بيتسو موسماني كان في الشق الفني والتجهيز لمباراة الاتحاد طبعا مستر بيتسو موسماني كانت تكلم مع اللعبين على أهمية هذا اللقاء وطموحنا الجديد لبطولة كأس مصر أكيد بطولة مهمة جدا يعني الجميع بيسعى أنه ودمها داخل بطولات النادي الأهلي النقطة المهمة أيضا تانية أمير إن خلاص يعني لعبة النادي الأهلي خلاص أنهت الفرحة أنهت الاحتفال الجميع بيركز خلاص في المرحلة القادمة بدءا من مباراة الاتحاد في دور نصف نهاية الكأس مصر وأيضا مباراة كأس السوبر الفريقي أمام فريق نهض بركان الحالة الفنية والحالة البدنية يعني عايز أقولك يعني اللي ظهر عليها النهاردة طهر محمد طاهر وبدر بنون إن شاء الله إضافات قوية جدا للنادي الأهلي النهاردة طاهر بيشارك في التأسيم البي الكامل يعني النهاردة طهر وبيستر تحديدا فاروق طهر محمد طهر إحنا كنا عارفين أنه عنده إصابة في العضلة الأمامية هل اللعب شفيا تماما من هذه الإصابة وأصبح جاهز طبيا وبدانيا للمشاركة في أمورات الغد وبقولك يا أمير طهر محمد طهر أصبح جاهز فنيا ومشاركته إن طهر موجود خلاص في قيمة النادي الأهلي اللي تم إعلانها عقب المران طهر محمد طهر موجود والنهاردة كان مستر بيتس موسيمان يعني بعض التوظيف بيجرب طهر محمد طهر في مركز رأس الحربة وأيضا مركز الجناحين طهر محمد طهر جاهز فنيا تتبقى يعني نقطة مشاركته هي تغضع لي الرؤية الفنية لمستر بيتس موسيمان أيضا ناصر ماهر النهاردة ومستر بيتس موسيمان عايز أسألك عقائمة يا فاروق بقى بما أن القائمة طلعت دي أهم شيء دلوقتي يقول لنا القائمة ونكمل أخبارنا أقول لك القائمة مستر بيتس موسيماني أعلن قائمة بتضم 22 لاب بتضم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شبير لحراسة المرمى ياسر إبراهيم ورامي ربيعة محمود وحيد وأيمن أشرف علي معلول محمد هاني بدر بنون العربي بدر وعمر السلية حمدي فتحي أكرم توفي ناصر ماهر جيرالدو حسين الشحات محمد مجدي أفشا طاهر محمد طاهر مروان محسن وصلاح محسن ومحمود عبد المنعم الكهرباء قائمة أمير زي ما احنا استعرضنا قلنا قائمة بتضم 22 لعب استعين بهم مستر بيتسون وسماني لهذا اللقاء زي ما قلت لك يعني بإذن الله يبقى الزوري الأول لبدر بنون وأنا من النقاط المهمة جدا يا أمير برضو اللي عايز من خلالك إن احنا نصلت الدوع عليها بدر بنون وطاهر محمد طاهر ما تحسش إن اللعيبة غريبة على النادي الأهلي يعني الدور الكبير جدا اللي بيعابه طبعا لعبة النادي الأهلي وإحنا دايما نعرفين إن النادي الأهلي وقيمة النادي الأهلي وقيمة كبات النادي الأهلي بدر بنون تحس إنه مولود في ملعبة تيتش طاهر محمد طاهر مش غريب على النادي الأهلي اللعيبة في التعامل في الأثناء التأسيمة أو التعامل مع اللعبين يعني ما تحسش إن الصفقات دي صفقات جديدة على النادي الأهلي لأ دي لعبة متربية داخل ملعبة تيتش ودي النقطة اللي دايما بنول عليها إن هي بتسهل على أي لعيبة قادمة للنادي الأهلي عملية الألفة والاحتواء اللي بين اللعبين وإن شاء الله دي هتكون عنوان النجاح طيب فيما تعلق بمساحات كورونا يا فاروق إيه آخر التطورات بخصوص المسحة الأخيرة بالنسبة للفريق وخصوصا بعد إعلان القايمة بشكل رسمي فأكيد تم الإعلان عن اللعبين اللي في القايمة فدول بالتالي يعني سلبية عينتهم قلنا التفاصيل بخصوص الجزئية دي تحديدا بالزبط يا أمير كان الفريق للنادي الأهلي بالأمس كان أجرأ أجرأ مسحة لكن يعني سوتوا أسلبية المسحة بالتام للعينة النادي الأهلي أيضا يعني خلال الفترة قادمة وليت سليماني يكون موجود أليو ديانج يكون موجود لكن أنا أقول لك سلبية مسحة لعبة النادي الأهلي والنهاردة اللعبين كلها موجود يعني كان بعض الأقويل والإشعاعات اللي بتصاري أمير لكن كل لعبة النادي الأهلي النهاردة كلهم موجودين في قائمة اللقاء زي ما قلت لك أن مستر بيتس مسماني يضم قائمة بتضم 22 لعب سلبية المسحة بالنسبة لجميع اللعبين أيضا خلال الفترة القادمة نادي الأهلي زي ما وطالك أمين هيبدأ بقى يستعيد بعض أوراقه سواء وليد سليمان واللعب أليو ديانج بالضبط إن شاء الله بإذن الله تعالى يا فاروق أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة الوافية بالعديد من الأخبار الخاصة بالفرقية الأول لقرارة القدم بالنادي الأهلي وطمنا بشكل كبير جدا من زماننا العزيز فاروق صلاح اللي بنشكره شكرا جزيلا هروح لفاصل سريع وبعدين نرجع نكامنا